السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البطاطا المشوية على عين البدو جاز هنعملها بطريقة سهلة جدا وهنضف لها مكون هيخلي طعم البطاطا المشوية زي اللي بتعملها في الفرن بالزبط نفس الشكل والطعم واللون والريحة بجد والله العظيم يا جماعة فان شاء الله هتجربوها واتعجبكم يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الطريقة معنا اول حاجة البطاطا طبعا البطاطا اول لما جبتها روحت جاي حطاها في الطبق ومليت الطبق مية وستها لمدة نص ساعة كده البطاطا تبوش في الحاجات اللي بتبقى موجودة فيها من بره دي تبوش معنا وبعد كده جبت الليفة الليفة طبعا المخصصة للخضار وروحت جاي غسليها كويس جدا لغاية شكلها بقى تحفى زي ما انتم شايفينها كده طب انت ما عندكش ممكن تستخدم برضو فرشة مخصصة لخضار ده او ده المهم تنظف فيها بالشكل الجميل ده وما يبقاش عليها اي حاجة خالص بعد كده اشتفطها بالمية وصفتها ماشي نيجي هنا بقى انا النهاردة هسواها معاكم في الطاصة انت ممكن تسواها في الطاصة او في الصينية على حسب ما انت عايزة تمام جبت الطاصة وروحت جاي حطا فيها ورق الالمونيا بالشكل ده وفردته فيها كويس جدا وبعد كده هجيب قطعة ورق زبدة على قد القاعدة بتاعت الطاصة معنا وهروح الجاي حطا في النص بالزبط طيب انت ما عندكش ورق زبدة ورق كرصات بس اهم حاجة يكون مش مكتوب عليه ما يكونش في حبر ماشي عادي خرص لو استخدمتي بعد كده بقى هجيب معلقة السكر ده المكون انا بقولك عليه اللي هيخلي معاك البطاطم كرملة وشكلها وطعمها ورحتها زي المشوية اللي بتعملها في الفرن بالزبط واحسن كتير كمان هروح جاي حطا البطاطا كده فيها تمام انا النهاردة مش هعمل كمية البطاطا كلها عشان خاطر في وصفة تانية عايز اعملها فهعم معكم بس كم واحدة كده مشويين كده على عين البتوجيز والباقي هنشوف فيديو تاني مع بعض ونشوف هنعمل ايه جبت بقى معلقة السكر تاني ورحت جاي حطاها على الوش بالشكل ده يعني معلقة صغيرة هتحطيها في الارضية ومعلقة صغيرة هتحطيها على الوش البطاطا ماشي وبعد كده هقفلها اهم حاجة وانتي بتقفلها تكتمي تكتميها كويس جدا عشان خاطر البخار ما يطلعش منك ان البخار ده هو اللي هيسوي البطاطا يعني احنا مش هنضف لها ولا مية ولا اي حاجة خالص تمام هتكتميها كويس جدا كده عشان ما نحطها على عين البتوجيز والبخار يطلع هو اللي هيسوينا البطاطا ويخليها تحفة على فكرة الطريقة دي جميلة جدا احسن منعملها بالفرن ليه عشان دي ما بتاخدش سوا كتمناها كويس جدا وهتستوي معانا بكل سهولة تعالي بقى على عين البتوجيز بقى ونشوفها نسويها ازي حطيتها هو على عين البتوجيز شغلت النار وهديها تماما تخلىها هديها تماما تماما عشان خاطر احنا عايزينها بس ايه تسخن كده وتطلع بخار زي ما قلت لك وتسوينا البطاطا وسبتها لمدة نص ساعة واسناء النص ساعة بيت كل شوية مش بفتح عليها لأ انا ممدي ايدي كده في الورقة بشوفها البطاطا طرية معي ولا نشوفها اول لما لقيتها طرية روح تجي عطور شايلها بالشكل ده هلمي بقى الورقة كده وهروح جاية نقل البطاطا حطها في طبق بالشكل ده وروح تجي حطها تحت الشوية ماشي اهم حاجة انقلاش للطوصة ايديها ما يتحرقش منك من الشوية روح تجي نقليها بالشكل دوت وحطتها تحت الشوية يدوبك خادت لون بس كده معي وروح تجي نطلعها مش عايز تديها لونه فيش مشكلة بص بقى شكلها وطعامها ومستوية ولزيزة جدا جدا والسكر كده مكرمل عليها وعمل طعم كده وريحة تحفة تحفة يا الله العزيم يا جامعة ان شاء الله هتجرب الطريقة دي بجد سهلة وبسيطة وجميلة جدا وما خدتش وقت خالص ان شاء الله بجد هتجربيها وهتعجبك جدا جدا طبعا بالنسبة للسكر عايزة تقللي عن كمية السكر ان انا حطتها تمام مفيش اي يا رب الوصف بتاعتي كنا عجبتكم النهاردة وتنسونيش باللايك والاشتراك على قناتي على اليوتيوب مطبخهم مسلسبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة